بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا مجيب الدعوة المسترين يا قاشف كرب المقربين يا غياس المستغيسين يا سريخ المستصرحين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يغول بين المرء وكلبه ويا من هو بالمنزر العلى وبالأفوك المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استواه ويا من يعلم حائنة الأيون وما تخفيه السدور ويا من لا يخف عليه خافيا يا من لا تشتبه عليه الأسوات ويا من لا تغلته الحاجات ويا من لا يبرمه إلهاه المليهين يا مدرك كل فاوت ويا جامي كل شمل ويا باري النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شعن يا قازي الحاجات يا منفس القربات يا معتي السعلات يا ولي الرغبات يا قافي المهمات يا من يخفي من كل شيء ولا يخفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مكام هذا وبهم توسله وبهم تشفع إليك وبحقهم أسألك وأكسم وعظيم عليك وبالشعان الذي لهم من داك وبالقدر الذي لهم من داك وبالذي فذلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خسستهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فزلهم من فزل العالمين حتى فعك فزلهم فزل العالمين جميعا أسألك أن تسل على محمد وعال محمد وأن تقشف عني غمي وحمي وكربي وتغفيني المهمة من أموري وتغذيني ديني وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاكة وتغنيني عن المسعلة إلى المخلوكين وتخفيني حمّا من أخاف حمّا وأسرى من أخاف أسرى وهزونة من أخاف هزونة وشرى من أخاف شرى ومكرى من أخاف مكرى وبغيا من أخاف بغيا وجورى من أخاف جورى وسلطان من أخاف سلطانا وقيد من أخاف قيدا ومقدورة من أخاف مقدورة علي وترد عني قيد الكيدة ومكرى المكرى اللهم من أرعدني فعارده ومن قعدني فكده واصرف عني كيده ومكره وبعساه وأمانيا وعمنا عني كيف شعت وعنّا شعت اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفعاكة لا تسدها وبسخم لا تعافي وزل لا تغذّه وبمسكنة لا تجبرها اللهم ازرب بزل نسب عيناي وأدخل عليه الفقر في منزلي والإلة والسكم في بدني حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فرغ له وعنسه ذكري كما عنسيته ذكرا وخذ عني بسمعه وبصريه ولساني ويديه ورجلي وكلبي وجمعي جواره وأدخل عليه في جميع ذلك السكمة ولا تشفيه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به أني وعن ذكري واكفني يا قافي ما لا يخفي سواك فإنك القافي لا قفي السواك ومفرج لا مفرج السواك ومغيس لا مغيس سواك وجار لا جار سواك خاب من قان جاره سواك ومغيسه سواك ومفزع إلى سواك ومهربه إلى سواك ومالجاءه إلى غيرك ومنجاه من مخلوق غيرك فعنت شكتي ورجائي ومفزعي ومهربي ومالجائي ومنجعي فبك أستفته وبك أستنجبه وبمحمد وعال محمد نتوجه إليك وتوسل وتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك مشتك وأنت المشتعان فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وعال محمد أن تسل على محمد وعال محمد وأن تخشف عني غمي وحمي وكربي في مقام هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته حول عدوه فأخشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيته واسرف عني هول ما أخافه حوله ومعونته ما أخاف معونته وحمى ما أخاف همى بلا معونة على نفس من زعلك وأصرفني بقضاء هوائجي وكفايتي محمني همه من عمري آخرتي ودنيا يا أمير المؤمنين ويا أبا أبد الله عليك مني السلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد من زيارتكم ولا فرق الله ولا فرق الله بيني أبدا في الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين ويا عبا أبد الله أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجحا إليه بكما ومشتشفيا بكما إلى الله تعالى في حاجتي حاسه فاشفعالي فإن لكما عند الله المقام المحمود والحجاع الوجيه والمنزل الرفيه والوسيلة إني ينكلب عنكما منتزرا لتنجز الحاجات وقزائها ونجاهها من الله بشفاعتكما لإلى الله في ذلك كيف لا أخيب ولا يكون منكلبي منكلبا خائبا خاسرا بل يكون منكلبي منكلبا راجيا مفلها منجها مشتجعبا بكزائي جميهي هوائجي وتشفعالي إلى الله أنكلبت على معشاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوزا عمر إلى الله ملجيا زهر إلى الله متوكلا على الله وعقول حسبي الله وكفاسمي الله لمن دع ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتحى ما شاء ربي كان ومع لم يشع لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودئكم الله ولا جعله الله آخر الأهد مني إليكم ما سلام إن شاء الله وأسأله بحقكم ومعا يشع زعلك ويفعلا فإنه حميد مجيد إن كلبتوا يا سيدي إنكم طائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير عايس ولا قانت آئبا آئدا راجيا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا من زيارتكما براجي عائد إن شاء الله ولا هول ولا قوة علا بالله يا ساداتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهيد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله ما رجوت وما عملت في زيارتكما إنه كريب مجيب صدق الله العلي الأظيم اللهم صل على محمد وعالي محمد شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة